ربا هل برأيك من مناسب أثناء المقابلة أنه المتقدم للوظيفة يسأل عن الراتب وهل في زيادات أو هل في مكافآت أو هل هذا الشيء بنظرك رح يخفف فرصه للحصول على الوظيفة؟ حقيقة بالمقابلة الأولى مش لازم نتطرق أبدا لموضوع الراتب ولا نسأل عن الراتب ممكن بمقابلة تانية أو بعدين نقدر ناخد تليفون نحكي مع الـ HR Manager ونقولها تمام فيه في ملاحظة تانية للي بيقدموا على الوظائف كيف بدي أنا فرجي لصاحب العمل أنه أنا فيني أشتغل تحت ضغط من دون ما يكون هذا الشيء واضح ومباشر أنه أحكي له إيه مباشرة كيف هو فيه يفهم مني أنه أنا ممكن أتحمل ساعات عمل طويلة ممكن أشتغل تحت ضغط كتير كبير؟ إحنا كنا عم نحكي عن الـ body language هاي كتير أشياء مهمة بتقدر أنت ترفلكت قد أنت إنسان تقدر تتعامل مع الظرف والموقف بالإضافة لهيك أنت بتقدر تقول له عن موقف سابق صار معك بشهر الأبن كيف أنت قدرت كيف صار معك صعوبة كيف واجهتها وكيف حلتها وكيف لقيت لها الحل وكيف أنجزت تحت الضغط